العامل الثاني انه لبست ثوب التقديس صارت ماذا صارت مقدس مو انه قراءة اجتماعية مو انها قراءة ثقافية وانما قراءة دينية واذا صارت قراءة دينية عند ذلك الديني ما هو مقدس فوق الزمان والمكان حلاله حلال الى يوم القيامة بمجرد تتكلم ما اذا انت شايف مولانة والله لا يعلم انه حديث لو محديث كل يستدلشنه بحلاله حلال الى يوم القيامة وهو لا يفهم معنى الحديث اصلا رسول الله قال ائما قالوا قرآن قال اذا مباشرة بمجرد بمجرد ان يجد العجز في الدفاع يعطيه بعد ماذا فانت من اجي البعد المقدس بعد شصه ها بعد تستطيع ان تنقذ المقدس او لا تستطيع مع انه المقدس هو الدين وهذا الذي دا يقدمه دين لو فهمه عن الدين وهي المغالطة اللي انا من الف مرة الى الان قلتها واقولها من قال قراءتك مقدسة اصلا حتى لو كانت الروايات هي هذه والآيات القرآنية هي هذه من يقول قراءتك الصحيحة وقراءتك فهمك هذا العامل اعزائي انتهي بسرعة انتهي العامل الثالث التفتولي جيدة في قراءة النص الديني اعزائي نحن الان عندما نأتي لقراءة اي نص ديني نحاول بقدر ما نستطيع ان نقتصر على الالم الاصول وعلى القواعد التي نؤسسها نحن ضمن المعرفة الدينية لفهم النص الديني ندخل باقي العلوم الانسانية في عملية الفهم او لا ندخلها بل من يدخل باقي العلوم الانسانية في فهم النص مباشرة يتهم انه ماذا ها متأثر بالفكر الاخر بالغربي هذا اجنبي يعني من حيث الفكر اجنبي اذا جعلوا الكمال في فهم النص الديني اقصاء باقي العلوم الانسانية لفهم النص فانت عندما تبعدها هاي الاصول اللي انت امنقحها كاملا امرتبها فرد شكل حتى تنتج هاي هذه النتائج اما عندما تدخل العلوم الانسانية الم النفس يدخل الم الاجتماع يدخل الم التاريخ يدخل تاريخ الثقافات يدخل تجد لا كثير مما يقولون ديني هو ماذا اصيل او ثقافي ديني ام ثقافي ياه مني عندما تقرأ تجد لا هاي قضية تاريخ اش قد انا تذكرون في بحث الشعائر هذا القضية وقفت عندها قلت الان انت بعض الشعائر لانه مضى عليها جيليان وثلاثة يعني انت لم تبدأ لم لم تحدث في زمانك فتصورها هي ممتدة الى ماذا الى تاريخ الاعمة والاعمة قاموا بهذه الشعائر مع انها هي كذلك لو تاريخ ما يتجاوز القرن الواحد او القرنين لانك لا تدخل تاريخ الشعائر في فهم الشعيرة تتصورها ما هي ها تتصورها جزء من الدين وهي في الواقع هي جزء من ماذا من عادات وثقافات وقضايا اجتماعية وا 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 الى غير الى ما ادل واضح ايو لا هذا العامل الثالث عندما يقصي باقي العلوم الانسانية لفهم النص الديني يقع في اسر ماذا الهذه القراءة اما عندما يدخل علم النفس على الخط يقول هذا اللي اتدت تقوله خطأ هذا الذي تتقدمه في القراءة عن المرأة هذا اللي لا ينسجم مع انقراءات ها مع العلوم كما انه في العلوم الطبيعي الان في العلوم الطبيعية الان مثالا الواضح بعد عندما يأتي يقول انه اساسا المرأة مخلوقة من الظلع الكذا الايسر من الرجل فاذا الرجل يصير ابوه دعش ظلع العلوم الطبيعية ماذا تقول تعالوا نعدل اه 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 انعدل لا اضلع ملا وان كان بعض يقول يقول العلم مش تبه بعد ذلك سيتضح له هذنه دعش هو مش تبه صور اثم عشر وموجودها مو ما موجود هاي الرؤية موجودة الان يقول ما دام قال النص الديني اضلع الرجل اقال لابد تكون اضلع الرجل اقل هتقول لها بابا العلوم الطبية ما تقول هتقول هتقول مش تبهين هؤلاء اشتبروا اما انت الان شوية معتدل تقول لا الرواية ماذا الرواية خاطئة الراوي لم يفهم الرواية اخذ من هذه التوجيهات لماذا لانك ادخلت العلوم الطبيعية الى فهم النص الديني العلوم الانسانية لها دور في فهم النص الديني او ليس لها دور يعني علوم النفس الان لها دور علوم الاجتماع لها دور علم التاريخ له دور علم المدني وهكذا عشرات من اذا العامل الثالث يا عامل اعزائي اقصاء فهم اقصاء العلوم الانسانية لفهم النص الديني اشتركوا في القناة